بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين انتهاكات المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم والتي شهدت تصعيدا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هذا وأضافت الوزارة في بيان لها صادر عنها أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها مشيرة إلى أن هذه الجرائم تأتي من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية